تخيلوا، فك البصمة يكلف 900 ألف دولار وأيضاً، نتحدث عن مؤتمر رسمي لأبل ومؤتمر رسمي لسامسونج والأشياء المتوقعة فيهم، وبسم الله، أول بأول بالمختصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة بالمختصر لأخبار أول وأول وبسم الله، فعليتين قادمة هذا الشهر منها أبل ومؤتمرهم يوم 20 أبريل والمتوقع في هذا المؤتمر هو لوحي برو وميني جديدين من الشركة مع بعض الأكسسوارات المرتقبة، ويومها تغطية مباشرة أنتقل للفعالية الثانية، وهي من سامسونج في تاريخ 28 أبريل والمتوقع أنها مخصصة لأجهزة لابتوب جديدة من سلسلة جالاكسي لن يكون هناك تركيز عليها كبير لأنها لا تأتي بشكل رسمي البث المباشر جاء بإذن واحد والتفاصيل كلها تكون على التليجرام بحيث أن عندما نبدأ البث أو يبان الجدولة ستعرفوا تفاصيله طريقة المشاركة والنصائح ومن الآن أقول لكم جميل، يكون معكم جوال ستنقسم شاشته لجزئين أو على الأقل أنتم وأحد أصحابكم تلعبوا سواء معنا الألعاب التي سنفعلها خلال البث المباشر لأن الموضوع يحتاج شاشتين تخيلوا 1.2 مليون لوح شمسي ويعطوا قدرة إنتاجية 300 ميجا واط بتكلفة 1.2 مليار ريال يعني بالدولار 320 مليون دولار كل هذا فقط المرحلة الأولى لمحطة سكاكا للطاقة المتجددة في السعودية لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في المملكة وأيضاً تم إعلان الطاقة الكهرومغناطيسية كأحد أهم الصادرات المستقبلية للمملكة بإذن الله مبروك للذين فازوا معنا في صفحة الفيسبوك وتكلم على 800 دولار التي تم توزيعها 50 دولار للفائزين كانوا من ألمانيا والجزائر والمغرب والسعودية والعراق واليمن والصين والسودان والمغرب والأردن ما شاء الله تبارك الرحمن وحتى سوريا ومبروك عليهم كلهم اللي كانوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك إنستغرام تختبر ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من أظهار وإخفاء لايكات المحتوى اللي يشاهدوه لإعطاء تفاعل أصدق ما بينهم وبين صناع المحتوى وأيضاً الميزة قد يتم اختبارها قريباً في فيسبوك والأمر يكون عند المستخدم يشغلها أو يسكرها رصد خصائص جديدة قادمة مع أندرويد 12 ومن بينها تمكين تفعيل المساند الشخصي من خلال الضغط المطول على زر التشغيل مما يعني أن الزر المخصص من بعض صناع الأجهزة للمساند الشخصي والذي يتم استخدامه لخصائص أخرى يعني الأجهزة التي كانت فيها الزر تتغير ونرى ما يحدث أشياء غريبة لقناها على الإنترنت، سنحط على آيفون الآيفون طبعاً ألف دولار أو شيء كذلك الكفر نفسه يجيب لكم ألعاب السبعينات والثمانينات والتسعينات الكفر يجيب ألعاب رترو فبدل ما يقضي وقته على التطبيقات، يقضي وقته على ألعاب قديمة تخيلوا سوني ما زالت تصدر أجهزتها ولكن نتكلم عن أجهزة الجوال وللتذكير، لا يوجد في منطقتنا تواجد رسمي لها تم إعلان سوني إكسبيريا واحد الثالث الذي يحمل شاشة 4K وتردد 120 هرتز وتصميم مشابه لنفس الـ DNA للسوني إكسبيريا سعره ١٠٩٩ دولار يتوفر بدايات الصيف ولا يوجد تأكيد إذا أصلاً يأتينا ولا تاريخ محدد للإصدار هواوي P50 المنتظر قد لا يحمل معه في صندوقه شاحن ولكن ليس لحجة حماية البيئة، ولكن للشح العالمي في معالجات الشواهل وبالتحديد شح القطع وتوفرها عند هواوي مع الضغوط الأمريكية وللتذكير، الهاتف المتوقع إعلانه رسمياً شهر خمسة بإذن الله أشياء غريبة لقناها على الإنترنت والميمز التي انتشرت لفترات يأتي منها كفرات فتجدوا أيضاً كفر موجود للأجهزة فكيف تضعوا كفر مثل هذا؟ على جوال جداً غالي دعونا في الأخبار الصعبة وأبل وحسب المسرب الشهير مينك شيكو قد تلغي أبل بالكامل فئة الميني مع إطلاق سلسلة الآيفون 13 وقد تحصل الآيفونات الأقوى على أقوى كاميرا من أبل إلى الآن من ناحية الميجابيكسل نتكلم على كاميرا رئيسية 48 ميجابيكسل على عكس الـ 12 ومؤتمر أبل للتذكير دائماً يكون في شهر 19 من السنة من ناحية أخرى المسرب الشهير مينك شيكو ذكر بأن تطور سلسلة الآيفون بدون حساسات على الشاشة متوقع يكون الإصدار الرسمي لهذا النوع في عام 2023 وأيضاً وقت هذه الكاميرات تكون تحت الشاشة الكاميرا الأمامية والبصمة مدمجة في الشاشة وآخر خبر وبدون اختصار يكشف من الذي وراء فك شفرة آيفون الإرهابي قتل في مواجهة سان برناندو قبل خمس سنوار وطلبوا الـ FBI وقتها من أبل المساعدة في فك شفرة الجوال المؤمن وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن شركة مقرها أستراليا اسمها أزيماث مملوكة لشركة 3L Technologies الأمريكية هي التي فكت الجهاز وتقريباً الموضوع كلف فاتورة 900 ألف دولار الأمر الذي يجابه هذا الخبر هو الحرب الكبيرة التي حصلت وقتها وما زالت موجودة ما بين شركات التقنية والملكيات الفكرية الكثيرة والحكومات بحيث أنه في يد عليا موجود عن شركات التقنية العالمية يوم يقرروا ويساندوا الحكومة بشيء أو يوم يحجبوا أحد التقنيات وقدراتها عن شيء ثاني وللتوضيح الشخص الذي ساند في فك الشفرة الموجودة بها الشركة التي قررها أستراليا عليه قضايا من نوع الثاني من شركة أبل لسواليف أخرى الفكرة أن التقنية عندما يملك أسرارها ومفاتيحها سيكون عنده قوة جداً أظيمة نهاية الحلقة وكل حلقة نتمنى أن أعجبكم المختصر وأكيد مع شهر الخير الذي يجعلنا معكم إن شاء الله بالمقبول وأعمالهم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر